كوريا الشمالية أو السجن الكبير الدولة الغامضة اللي محدش يعرف عنها حاجة بأمر هذا الشاب كيم جونج أون رئيس دولة أو زعيم كوريا الشمالية اللي حولها لمستعمرة وسجن وعزبة حدش يقدر يكلم غير بأمره محدش يقدر يتحرك غير بأمره بيتفنن في إعدام أي حد يعترض عليه حتى لو كان من أسرته ومش عارف جز خالته ضربه بقاذفة مضادة للطيران ومش عارف عمه أو جز عمته حطه فيه أفص مليان كلاب جعانة وسمم عمته بيتفاعل بشكل صبياني وبشكل مجنون لدرجة أن هذا الرجل كيم جونج أون أصبح وسيلة التنظر على مواقع التواصل اجتماعي خلال الأيام اللي فاتت أنه هيكون سبب فناء الكون وفناء الكوكب بسبب إعلان وامتلاك أسلحة نووية مع التهور الشديد قبل ساعات بعض الصحف الأمريكية على رأسهم شبكة CNN أعلنت إصابة هذا الرجل بأحد الأمراض بسبب إجراء عملية فاشلة في القلب هذه العملية تدهورت حالته بعدها ما دعا نقله إلى العناية المركزة ودخل في غيبوبة ليتناقل الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام العالمية هذا الخبر نقلا عن CNN خليه كده أعرض لكم الخبر اللي اتكتب على صفحة CNN بالعربي وقاله عاجل مسؤول أمريكي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حالته الصحية في خطر شديد بعد إجراء عملية جراحية فيما لم تعلق دولة كوريا الشمالية ولا الخارجية في كوريا الشمالية خصوصا مع إغلاق المجال الإلكتروني أو الفضاء الإلكتروني عن كوريا الشمالية ما فيش معلومات بتتصرب من جوه لبرة ولا حتى من برة لجوه من المتوقع إذا حدث مكروه أو إذا رحل زعيم كوريا الشمالية أن تخلفه أخته الصغرى 23 سنة كيم أو جونج يتفاعل أيضا عشرات الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج رئيس كوريا الشمالية أو زعيم كوريا الشمالية منهم الإعلامي فيصل القاسم واللي قال حتى لو كانت الصورة فوتوشوب مهما طغى الدكتاتور وتجبر واستبد وأجرم وقتل سيجد نفسه في لحظة ما ملقا على سرير صغير يسارع سكرات الموت هذا هو طغيط كوريا الشمالية الذي كان يتنمر ويقتل الناس لا أتفه الأسباب ظن أنه سيعيش أبدا بيقوله أنت وكل أشكالك وخاصة صحبك النادل في سوريا باندر بيقول زعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة بعد إجراء عملية جراحية في القلب الله يعين الدكتور اللي عمل العملية إن صحها مشكلة وإن مات مشكلة موسى الكومي بيقول أنباء عن تدهور صحي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعد إجرائه عملية في القلب والشرايين بسبب السمنة والتدخين بشراه وترامب يتمنى له الشفاء العاجل بصراحة الكوكب مش هينفع من غيرك يا أون وألف سلام عمر بقلي بيقول كيم جونج أون شكله بيودع نسأل الله التسهيل آخر تغريدة في الموضوع باخدها من ريفليوشن بيقول هل كيم جونج متوفى دماغيا بسبب عملية جراحية وهل كانت خطأ طبيا مقصود أم غير مقصود كيف سيكون تصرف أركنات الجيش الكوري الشمالي هي سيتم تفعيل بروتوكول التدمير والانتقام أم سيتم تدمير الاتفاق مع ترامب أسئلة كتيرة بتطرح على مواقع التواصل الاجتماعي مع تردد أخبار تفيد بسوق حالة زعيم كوريا الشمالية ودخولوا في غيبوبة فيما لم تعلق حتى الآن الخارجية